وفي شأن كورونا قال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرن الأمريكية للصناعات الدوائية قال إن هناك واحدا من كل خمسة متحورات جديدة من فيروس كورونا أي 20% ستكون أكثر خطورة من المتحورات الحالية وأوضح بانسل أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأشخاص الضعفة مثل كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة سيحتاجون لجرعات تنشيطية سنوية للحماية من السلالات المتحورة من الفيروس التي تشبه في ضراوتها سلالة أوميكرون التي كانت شديدة العدوى وسريعة الانتشار وتعمل موديرنا على طمأنة المستثمرين بشأن أطول مدة مناعة للقاحاتها على المدى الطويل مع انخفاض عدد الحالات الجديدة بعد انتشار الإصابات بسلالة أوميكرون في فصل الشتاء